يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة من شوية أعلن الكابتن الكبير كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني قائمة من 25 لاعب استعداداً لمعسكر شهر يونيو القادم إن شاء الله ومباراتي بركينة فاسو يوم 6 يونيو ومبارات غينية بساوي يوم 10 يونيو في تصفيات كأس العالم موهلة لمونديال 2026 عفوا إن شاء الله طيب قائمة هولى لحضراتكم وبعد كده نعلق عليها عشان وانا داخل شفت تعليقات كثيرة واسماء الناس كيتعايزها تبقى موجودة وأقول لكم دي مش موجودة طيب أولاً قائمة المنتخب فيها في حراسة المرمى محمد الشناو مصطفى شبير محمد عواد مهدي سليمان في خط الدفاع محمد عبد الملعم رامي ربيع وياسر إبراهيم وأحمد ربضان بكهم ومحمد هاني وأكرم توفيق محمد حمدي وأحمد فتوح وسط الملعب مران عطية وحمدي فتحي وأحمد دبيل كوكا وإمام عشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومحمود حسن ترزيجيه وفي الهجوم مصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين قفة ومحمد الشريف دي قائمة الكابتن حسام حسن لمباراتي بوركينا فاسو ومبارات المبارات القادمة يعني بعدها هتبقى مبارات غينية بساو في تصفيات كأس العالم بص هخش معاك على طول في الجول يعني ننجز الكلام عشان ما طولش معاك أول حاجة تعالي نحط الأول إيه المبادئ المبادئ بتاعت الأمور دي بتبقى ماشي هزاي قواعد يعني أول حاجة أي مدرب لمنتخب في العالم بيختار اللعيبة على أساس إيه اللعيبة اللي هتطبق أفكاري مش أفضل اللعيبة مش أفضل اللعبين اللي موجودين لا مش شرط يعني ممكن يبقى فيه لعيبة أفضل من بعض اللعيبة اللي موجودة بس اللعيبة اللي موجودة دي في القايمة هي اللي هتطبق فكرة كابتن حسام حسن عنده خطة عنده طريقة لعب عايز اللعيب اللي بيدفع أكتر اللعيب اللي بيهاجم أكتر كل واحد بيبقى حالة أفكار وبيبدأ إيه يحط عليها لعيبة ده ينفع ده ينفع ده ينفع مش شرط يكون التاني مثلا في فرقيته بيهاجم حلو قوي يمسجل أهداف وعمل شغلة عظيم يبقى موجود في القائمة ممكن أعمش هاجم فيه واحد تاني بيدفع قويس قوي طب أنا عايزة هاجم مثلا انت تبقى شايفه لعيب كويس طيب عمر كمال عبد الواحد أول اسم الناس بدأت تقول هو ليه عمر كمال عبد الواحد مش في القائمة وأنا هنا لن أتحدث بصوت حسام حسن أنا معرفش حسام حسن أفكره إيه بس أحاول أتوقع هو فكر إزاي مجرد توقع الراجل فكر إزاي قبل بس ماقولها فكر إزاي أنا من الناس اللي دايما بقول إيه كله مدرب حر يختار اللي هو عايزه واحنا من حقنا برضو نقع نقول تما دا كان أحسن تما دا كان أهل بس نتكلم في الكورة يعني متدردش بس المدرب هو القضر ليه عمر كمال عبد الواحد مش موجود عمر كمال عبد الواحد الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي كل ما بيشارك بيتقلق بيتقلق ودايما أفضل لعب في المباراة يلعب يمين جامد يلعب شمال جامد يلعب جنح جامد كل حاجة جامد صح كده؟ طيب لما بسط للقائمة وحاولت تعود مع الكابتن حسام حسن في خيالي وبنفكر مع بعض يعني كابتن حسام حسن ناحية اليمين البكريت مختار محمد هاني ماشي راجل أساسي النادي الأهلي متقلق ماشي بمسيرة رائعة جدا كل شيء فمنطقة طبيعي أن محمد هاني يكون أساسي بكريت منتخب مصر طيب يا عما تبما تاخدوا لعب تاني في البكريت مش لأي يعني خلاص اخترت محمد هاني أساسي خد معاك عمر كمال عبواحد عدك هينفعك الراجل بقى هنا إيه يخش على النقطة التانية اللي دايما المدربين الأجانب لما يبيجوا منتخب مصر يتكلموا عنها أي مدرب لمنتخب يحب اللاعب اللي بيلعب دورين اللي بيلعب دورين ليه قايم ما قوله إيه لخمسة وعشرين لعب فأنا في النهاية عايز لو حصل مشكلة في اليمين أو في نص الملعب ألاقي نفس اللاعب هو اللي يعمل للنحايتين بمعنى إيه بمعنى أنه خد أكرم توفيق خد أكرم توفيق ليه أخد أكرم توفيق ما أخدش عمر كمال عبدالوايا حيدي عشر أكرم توفيق هو أورادي متقلق مع النادي الآلي في وسط الملعب بس يعني لو احتاجت ونحاية اليمين مكان محمد هاني هيقول وهيدي ماشي طيب حصل لنقص في وسط الملعب وحصل لنقص في الباكرايت يعني إيه يعني محمد هاني مش موجود وأكرم توفيق ومثلا يعني مراعي طيبا مش موجود فأنت مضطلط لعب أكرم توفيق في النص ونحاية اليمين في وديت ما أنا حطيت بيكهم أحمد رمضان بيكهم حطيته عشان لو حصل لي نقص نحاية اليمين ألاقي أحمد رمضان بيكهم لو حصل لي نقص في مركز السنتر باك ألاقي أحمد رمضان بيكهم مثلا أنا بقول لك تاني المدربين بتوع المنتخبات كلهم مش حسام حسن بس كلهم بيفكروا ازاي طيب هدي تقول لي يا كريم ما وعمر كمال عب واحد بيلعب نحاية اليمين ونحاية الشمال ما أنت لسه آية ومتقلق في النحايتين هقول لك لو نحاية الشمال كان فيها نقص كان هيبقى عمر كمال عبد الواحد في قائمة المنتخب بمعنى أي دلوقتي انت عندك فتوح وحمدي أحمد فتوح ومحمد حمدي ده مركزهم الأساسي عمر انت عارف بيقدي فيها وبيقدي فيها بشكل كويس بس أنا عندي حمدي وفتوح عدلتهم واثنين منتخب وبقالهم فترة مع المنتخب فخلاص ببقاش عندي نقص في المركز ده أنا دلوقتي هحط عمر كمال لتاني أنا من الناس اللي شايفه عمر كمال عبد الواحد من أحسن لعبة دولي المسلم كله سواء مع مدر الفيتشر أو مع النادي القلي في الفترة لللعبة بس تاني أنا بحسبها حزبة مراكز وإمكانيات كل لعب في مركز يعني فتوح هيديني تمانية من عشر عمر في المركز ده اللي هو ناحية الشمال يديني ستة حمدي يديني تمانية عمر كمال عبد الواحد في المركز ده يديني ستة طيب ناحية اللي مين يديني عمر كمال عبد الواحد يديني تمانية من عشر بس محمد هاني ممكن يديني تمانية وتسعة من عشر طيب لو رحت خدت بقى لو محمد هاني مش موجود خدت أكرم توفيق أنا بحاول أديك درجات كده ايه تخيولية يعني وحطت أكرم ناحية اللي مين هيديني خمسة يديني ست هبقى الرابط من عمر أحمد ربضان بيكهم نفس الرقم خمسة ست هبقى الرابط من عمر بس كده كده الاتنين هيبقى بداي اللي محمد هاني مش أساسيين وهينفعوني يعني أكرم هينفعني في وسط الملعب وبيكهم هينفعني في مركز سنترباك دي الحزبة ليه بقى أنا بقولك الكلمتين دول عشان الكلام دايما عن إنه في مشكلة شخصية ما بين حسام حسن وعمر كمال عبدالواحد أنا ما عنديش المعلومة دي ما عنديش المعلومة دي يعني اللي قالها وقال إنه يكون صح أنا مش بغلطه بس أنا برضو بحاول أحسابه حزبة إداية للمشهد والمنطق من كام يوم عرضت لحضراتكم قائمة رسمية من ستين لاعب بيختاروا من كابتن حسام حسن عشان ياخدوا تصريح السفر وخلافه عشان مباراة جنيا بيساو الستين لاعب دول كان فيه مع عمر كمال عبدالواحد طب ما أنا لو عندي موقف شخصي مع عمر كمال عبدالواحد أصلا مش هحطه في الستين ما أنا كده كانت خلاص مش هتشمها مش هتشمه منطقة مصر فأنا كده كان مش هحطك في الستين لاعب أساسا يعني كانوا كان حطه يعني والد إنه هيفكر فيه وأنا بقولك هؤون من دلوقتي تعال نحسنها مع بعض ونخلي الفيديو دوت إيه يعيش معنا لشهور اللي جاية عمر كمال هيبقى ليه دور مع كابتن حسن حسن في منتخم مصر إيه أنت معرفش بس تصوري مع تقلق عمر واستمراريته وهو لعب عنده استمرارية دايما هيبقى موجود في قائمة منتخب لما يتقلق ويثبت أقدامه أكتر أو يبقى فيه نقص في منتخم مصر في أي من المراكز فدي حكاية عمر كمال عبدالواحد ده ينطبق على مين بقى بالزبط بالزبط على عمر جابر عمر جابر من أفضل لعيب الزمالك الفترة الأخيرة بس هاني محافظ على مركزه الأساسي في منتخم مصر كباك رايت عشان معيدش الكلام نفس الأمر لو مهاني مش موجود هدخل أقرم توفيق اللي بيلعب في نص الملعب وفي الباك رايت أو هدخل أحمد رمضان بيكام اللي بيلعب في الباك رايت والسنتر بيك فعمر لعيب جيد ومشي بشكل كويس بس أنا عندي اللي موجود يمشي للحال طيب دونجا قال لك دونجا برضو كان مفهودي يبقى في المنتخم أكتر مركز في المنتخم مصر فيه لعيبة كتيرة هو وسط الملعب وهيرجع تاني لهذه النقطة وأقرم توفيق هيعوض مراعطية لو مش موجود وفي نفس الوقت هينفع يلعب باك رايت لو هاني مش موجود لكن دونجا هيلعب في نص الملعب بس المدارب بيحسبها كده ببساطة يعني مرموش طبعا التقليل الطبية آية أنه مش هينفع يلحق مصطفى الشلبي تقيد طبية آية أنه مش هينفع يلحق